نظم أعضاء مسجد الخيف بحارة شغوى بدايرة سادسة حفلا بمناسبة ذكرى مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أحمد خامد المؤهد هنا في المسجد العتيق مسجد الخيف أقيم ليلة البارحة حفلا بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك تعبيرا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبينات كما أخرج البشرية من الظلمات إلى النور أرسى دعائم العدل والسلام بين البشر وكانت رسالته رحمة للعالمين تخلل الحفل مدائح نبوية شريفة قدمتها كوكبة من المداحين بالسيرة النبوية العطيرة من ثم قدم إمام وخطيب مسجد الخيف فضيلة الشيخ سراج عبد الله مختار محاضرة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته العظيمة وإرخاصاته بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ يتيما قام على خلق فاضلة حتى الرسالة حيث مدهه الرب في القرآن الكريم وإن نكل على خلق عظيم جاء الرسول بالعقيدة الصحيحة والتي هي أساس الحياة تمنح الإنسان الثقة والثبات والقوة والعزم وتدفعه إلى اقتحام العقبات وتعينه على تحمل الشدائد وقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وكانت رسالته آخر الرسالات فلا رسول بعده ولا رسالة بعد رسالته ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا بالصدق منذ الصغر ولقد لقبه قومه بالصوادق الأمين وكان يحث المؤمنين على الصدق وينهاهم عن الكذب مضيفا المحاضر أن الله أعطى رسولنا إنجازات وإرهاصات جمة تحدد المشركين والمعارضين إلى قيام الساعة تذكير فإن الحفلة واصل حتى آخر الأوقات من الليل وإلى صفحة يا سوداء حيث توفي الشيخ موسى إسحاق شعيب أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الأعلى للشيون الإسلامية بجمهورة جاد ولد الشيخ عام 1936 بقرية أبفوز بطواحي مدينة أم التيمان حاضة إقليم سلامات الشيخ موسى إسحاق بعد أن درس القرآن مع والده وأخيه انتقل إلى العاصمة فوردلامي سابقا نجمينا حاليا عام 1955 حيث كان أحد مؤسسي اللجنة الإسلامية التي تحولت فيما بعد إلى ميجس الأعلى الشيخ أحرد الكثير في مجال العمل الدعوي واللغة العربية حيث أسس مدرسة مسجد النور المعروفة بالحردية وأحد مؤسسي اللجنة الإسلامية لشؤون الفتوى وأول مقدم للبرامج الديني الإذاعي ركن الدين العظيم الشيخ موسى إسحاق جعيب سهم بصورة فاعلة في نشر التعليم العربي الإسلامي وترسيخ الدعوة الوسطية تغمده الله بواسع رحمتي والهم أهله واذبه الصبر والسلوان وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه رنيعون بهذا نهي معكم هذه النشرة دمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله